برضو معايا من الحساب الرسمي لموقع يلا كورا على الفيسبوك اتكلم على تصريح للعميد محمد مرجان في فكرة ان الاهل طلب خوض مباراة الوداد على استاذ القاهرة وان موقف الجماهير لم يتحدد حتى الان النقطة دي مهمة جدا لان من دلوقتي ان هذه الاهل بيحضر بشكل جيد لمباراة يوم 3 اكتوبر تم مخطبة اتحاد القرى المصري وبلسمى طبعا بالتأكيد تم مخطبة اتحاد القرى الافريقي في شأن هذا الموضوع وتم الاتفاق الاهل عايز يلعب على استاذ القاهرة الملعب الرئيسي عليه لان ده اخر ملعب الاهل يلعب عليه مباراة سانداونز في دور التمانية فبالتالي ملعبه الرئيسي والاساس حضور الجماهير زي ما قد تلك لكم بالامس يعني النادي الاهل عايز الجمهور يحضر لكن انا بأكد لكم ان حضور الجماهير هنا متوقف على الارشادات الطبية اللي ممكن الاتحاد الافريقي يقررها خلال الفترة القادمة اللي هيتطبق على مصر هيتطبق على المغرب ولو فيه اعداد محددة واللجنة الطبية في القاف هي اللي هتقول الرؤية في هذا الامر ده هيبان في الفترة اللي جاي اذا كان فيه حضور وبعدد النادي الاهل هيتشتغل على هذا الملف وازالي الجمهور ان شاء الله يكون مؤازر وحاضر مع النادي الاهل في المباراة ان شاء الله الفترة اللي جاي اشتركوا في القناة